أقيم اليوم في غرفة تجارة وصناعة الكويت المؤتمر الصحفي لاتحاد شركات الاستثمار وذلك للإعلان عن ملتقى الكويت الاستثمارية الخامس وحضر المؤتمر عدد كبير من جهات الاختصاص والإعلاميين المزيد في الترير التالي فلنتابع يسعى ملتقى الكويت الاستثماري إلى تطوير المناخ الاستثماري في دولة الكويت من خلال مناقشة المحاور الموضوعية بغية الوصول إلى الحلول المأمونة لتحقيق قيم تنموية مستدامة الله الحمد إن شاء الله نفيد طور الانفراج وإن شاء الله يكون توقيتنا جاء بالوقت السليم لمحاولة إيجاد حلول للي عانيناه في هذه الجائحة وقبلها وإن شاء الله اللي نفكر فيه في المستقبل وبالتالي من ضمن المواضيع المهمة أو من الجلسات المهمة هي جلسة المشروعات الصغيرة اللي يمكن أكثر فئة عانت من خلال السنتين اللي فاتوا في الجائحة وبالتالي شفنا من الضروري أن نلقي ضوء على هذه الفئة لأننا نعتقد أن هذه الفئة جدا مهمة في الاقتصاد الكويتي وفي أي اقتصاد لأن الطبقة المتوسطة هي المعيار لتقدم أي اقتصاد ملتق الكويت الثماري هو يناقش بالدرجة الأولى القضايا الاستثمارية والاقتصادية في دولة الكويت يناقش الخلل في بعض الكيانات التي تقوم بدورها الاقتصادي مثل مشروعات صغيرة مثل القضايا المهمة في قضايا الاستثمار اليوم كمؤسسات وكهيئات إعلامية نجد أنه من الواجب علينا مثل ما نشارك في عقد مؤتمرات حول البيئة وحول الرياضة وحول التربية وحول عمل تطوعي وحول قضايا كبيرة نناقش أيضا قضايا الاقتصاد والاستثمار ويرتغي المختصون في جميع مجالات الاستثمار وفي مختلف الجهات ليتباحثوا في أجواء حوارية مدروسة ودقيقة حول عدة محاور متعلقة بالعوائق التي تواجه الاستثمار في الكويت في هناك هموم كثيرة خلال الجائحة صارت في كثير من المتغيرات على المستوى قطاع الخاص على المستوى الاستثمار على المستوى التكنولوجيا على المستوى السلوك السلوك العام بشكل عام بالبزنس فأصبحت هناك كثير من المتغيرات هناك كثير من التساؤلات لدى المستثمرين لدى القطاع الخاص لدى أصحاب المشروعات الصغرى متوسطة والصغرى في مشاكل في معوقات وفي محفزات الملتقى فرصة كبيرة للمستثمرين الحاليين لطرح أفكارهم وآرائهم واستعراض العقبات والعوائق التي تواجههم مع المسؤولين مباشرة فايز البطي تلفزيون دولة الكويت